يدخل شريط الفيديو هذا في إطار السلسلة التعليمية لمنصة بي سي تي اي حول الأدوات التي تم تصميمها لدعم المشاريع والأعمال في إدارة تأثيرها والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة تعرف أغلب الوكالات الأممية التأثير على أنه المجموع التغييرات الإيجابية والسلبية والأثار الأولية والثانوية طويلة المدى الناتجة عن تدخل إنمائي على نحو مباشر أو غير مباشر وبطريقة مقصودة أو غير مقصودة يعرف Impact Management Project التأثير على أنه إجمالي التغييرات الإيجابية أو السلبية التي تحدث على كوكب الأرض أو على الناس الناتجة عن تنفيذ المشاريع أو البرامج أو الأنشطة قياس التأثير هو التحديد الكمي للأثار التي تعز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى أفعالك وإدارة التأثير هو استخدام بيانات التأثير لاتخاذ قرارات في مجال الأعمال وللترفيع إلى أقصى حد ممكن في المساهمات الإيجابية والحد من المخاطر تستخدم البرامج الحكومية والمؤسسات غير الربحية تقييم الأثر منذ زمن طويل لكن الكثير من المستثمرين والشركات التجارية أصبحوا بدورهم يولون أهتماما متزايدا بقياس وإدارة تأثيرهم تتيح إدارة التأثير للشركات تقييم فرص ومخاطر السوق وجمع وجهات نظر الزبائن وتعميق التفاعل مع أصحاب المصلحة وتصميم منتجات وخدمات فعالة ودفع عمليات الإنتاج والارتقاء بها وبناء السمعة والصورة التجارية بشكل مثالي ينبغي إنشاء إطار لقياس التأثير قبل الشروع في العمل لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن القيام بذلك بعد انطلاق الأنشطة عموما يساعد قياس التأثير وإدارته الشركات على تحسين العمليات وقيادة الاستراتيجية مخبر إمباكت لاب التابع لمنصة بيزنس كول تو أكشن هو أداة تساعد المستخدمين على القيام بكامل عملية إدارة التأثير عبر أربع محاور يقوم إمباكت لاب بما يلي واحد يستخدم أهداف التنمية المستدامة كإطار اثنان يدمج المعايير الخاصة بقياس الأثر المقبولة عالميا ثلاثة يوجه الشركات حول طريقة تجميع البيانات لدى أصحاب المصلحة أربعة هو منفعة عامة على الصعيد العالمي يمكن للشركات والمشاريع الكبرى والصغرى على حد السواء في أي مرحلة من مراحل نموها أن تستخدم إمباكت لاب ويمكن أيضا للمستثمرين ومسرعات أو محاضن المشاريع استخدام إمباكت لاب لإدارة أداء العديد من المؤسسات والمشاريع التابعة لها في المحور الأول ستعدون إمباكت باليو تشين عبر تحديد أهدافكم وربطها بأهداف وغيات التنمية المستدامة ذات الصلة ثم سيتم توجيهكم لإعداد إمباكت فاليو تشين من خلال تحديد ألف المشاكل والفرص الجوهرية بالنسبة إلى عمالكم باء المدخلات والأنشطة لمعالجة تلك المشاكل والفرص تاء النتائج الفورية أو المخرجات التي تتوقعونها تحت مفعول أنشطتك ثاء النتائج التي تساهم أعمالكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر على المدى المتوسط والطويل في المحور الثاني يمكنكم تحديد مؤشرات تساعدكم على قياس مخرجاتكم ونتائجكم تستطيعون انتقاء مؤشرات ضمن النظم المعترف بها عالمياً مثل Iris Plus أو إضافة مؤشرات خاصة بكم يمكنكم إثر ذلك تحديد مصادر البيانات المتوفرة لدى منظمتكم وضبط المستويات التي تحتاج إلى بيانات جديدة أو إضافية تستطيعون كذلك إضافة بيانات مرجعية وأهداف بالنسبة إلى كل مؤشر للحصول على إطار إدارة التأثير الخاص بأهداف التنمية المستدامة في المحور الثالث ستقومون بمواءمة إطار التأثير مع المبادئ التوجهية الواردة في Impact Management Project أو IMP يعد IMP أكثر من ألفين مؤسسة ومستثمر يسعون إلى بناء توافق عالمي حول طريقة تحليل المخاطر والتأثيرات الإيجابية التي نحدثها وكيفية قياسها وإدارتها يوفر ذلك التوافق أو المعايير منطقاً مشتركاً لمساعدة الشركات والمستثمرين على فهم تأثيرهم على الناس وعلى كوكب الأرض سيساعدكم هذا القسم على تقييم أهدافكم فيما يتعلق بالتأثير تبقاً للأبعاد الخمسة للتأثير ولأصناف البيانات الخمسة عشر كما ستتمكنون من تصنيف تأثير منظمتكم في الصنف ألف المنظمات العاملة على تجنب الضرر باء تعود بالفائدة على أصحاب المصلحة جيم تساهم في الحلول في المحور الرابع والأخير من Impact Lab ستعدون خطة لتجميع البيانات والشروع في رصد تأثيركم سيذكركم Impact Lab بالمؤشرات التي تحتاجون إلى تجميع المزيد من الأدلة بشأنها مع اقتراح طرق مختلفة لتجميع البيانات أنتم الآن جاهزون للانطلاق في تجميع البيانات لوحة القيادة الداخلية Internal Dashboard هي ملخص تام لعملكم ويمكن تنزيلها في صيغة Excel أو PDF إن كنتم على رأس صندوق أئتماني أو مستثمراً مؤثراً أو أي منظمة أخرى تدير العديد من المشاريع أو العلامات التجارية يمكنكم مراقبة تأثير أعمالكم ومشاريعكم من خلال لوحة القيادة المشتركة Shared Dashboard انطلقوا في إدارة تأثيركم منذ اليوم من خلال اذا كان لديك نموذج أعمال شامل ومبدع وقابل للتوسع ليشمل المجتمعات المحلية ذات الدخل المحدود ويساهم في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة انضموا إلى منصة BCTA عبر زيارة الموقع businesscalltoaction.org اشتركوا في القناة